هل ممكن للمال شراء السعادة؟ لو انا سألتك هل المال ممكن انه هو يشتري السعادة؟ يا طرح هتقول ايه؟ خلي بالك قبل ما تجاوب في علماء ما بينهم عالم حصل على جيزة نوبل توصلوا فعلا ان المال بيشتري السعادة وده بالنسبة لمعظم الناس في امريكا تابع الفيديو عشان تعرف ايه الحكاية في سنة 2010 في دراسة عملت وقالت ان المال بيحقق السعادة عند مرتب 75 ألف دولار يعني لو معاك ازياد من كده مالوش لازمة ولا هيفرق شيء في السعادة ولا حتى الرفاهية وده وفقا لنتيجة توصل لها عالم النفس دانيال كانيمان والاقتصادي أنجوس ديتون ونشرتها صحيفة واشنطن بوست ببساطة لو الراتب بتاعك هو 75 ألف دولار وقررت مثلا تخطي رقم ده مش هيدفلك اي حاجة يا دوب اطار كويتش كويس عشان تمشي بيه على الطريق وبالتالي ما فيه السعادة اضافية في الموضوع لكن في سنة 2022 الموضوع اختلف تماما العلماء لقوا ان السعادة ما بقتش سبتة عند راتب 75 ألف دولار وان السعادة يمكن تفضل مستمرة بدخل يتجاوز 200 ألف دولار بكتير عندك دراسة مثلا اتنشرت في الأكاديمية الوطنية للعلوم وكان فيها حوالي اكتر من 33 ألف شخص بيعيشوا في الولايات المتحدة وقالت الدراسة واكدت ان المال فعلا بيشتري السعادة ولما بيزيد المرتب بصورة طردية هيصل راتب الشخص الى 500 ألف دولار وبالتالي هيكون مبسوط وسعيد يعني دلوقتي السعادة مرهونة بوجود المال وبتقولك الدراسة ان انت لو كنت غني وحزين فمن المحتمل ان يكون مصدر الشعور ده شيء ماينفعش المال يصلحه يعني مش هتعملك حاجة كده كده انت متريش فليه التحزين بقى اما بالنسبة للاخرين وهم الفقراء فكل ما بتزيد الفلوس اكتر كل ما بتوصل السعادة اكتر وهنا عايز اقول حاجة سواء انت متفق او مختلف ان المال بيشتري السعادة فالحقيقة عزيزي مشاهد ان المال اهم ادوات السعادة وعلى الاغلب اهمها دلوقتي بقى اقول لنا ربك يبقى كام علشان تشتري السعادة ويه رأيك في الدراسة واستنونا في حكايات جديدة من حكايات عين مصر اشتركوا في القناة